اشتركوا في القناة 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 فمن بعد ما سنسالي العبارة ديالي أنا غادي ندير في الوسط ديالها الشوكولات واحد الملاحظة لبنات بالنسبة اللي تبغي تضيف الزرارع في العجين فممكن تضيفه في المرحلة الأولى فأنا هنا ما ضفتوش غادي نكتفي فقط بزنجلان اللي غادي نرش من الفوق وهنا أنا عمرتو بالشوكولات من الوسط كيعطيفي واحد لماذا قزوين لكن كنفضل بكل صراحة الشوكولات إذا كان عندكم إيقبال فكيعطيه واحد نكهة ليزوينا عكس هاد غالا بادي الشوكولات يعني كيكون فيه الحلاوة زايدة واحد شوية نغذى لذلك ما كان كترج الحلاوة في العجين ديالي في الأول كندير فقط ثلاثة ديال ملاعق فغادي ناخد الشوكولات ديالي ونحاول أنني ندير العجين ديالي بهذا الشكل هذا وغادي نحاول أنني نجمعها ونلول بها أولا نكورها ونسد مزيان على ديك الشوكولات ديالي باش هكا وخات اختمر لنا وخات طيب ما تخرش لنا أو لا ما يخرش لنا الشوكولات على برا يعني كنحاول أننا ننجمعها مزيان وما كنضغطوش عليها لأن الشوكولات كما شتورها مربعة في الوسط كناخد لطا ديالي إما مفرشة بورق الفرن أو لا ندهنها بشوية ديال الزبدة أولا بشوية ديال الزيت وغادي نحط عليها العجين ديالي فغادي نستمر حتى نسى لهم كاملين بالنسبة الدهن ديال هاد القرص من الفوق فكندهنوها بأصفر البيض البنات اللي ما عندهم ما يديروا يعني بالبيض البيض فأنا ما درتوش في العجين لكن لكن ما كان عندك عفوا ما تديري ببيض البيض فديريه في العجينة يعني خلطيه مع العجين في الأول باش هكا ما تضيعي تشي حاجة والأصفر غادي بقى باش تدهنيها من الفوق نستمر بنفس العملية وانا كنكورها يعني غير بشوية بصراحة راكي يجي وغذالين بزاف بزاف من أول تجربة اللي بنت صدقوني إذا جربتوه را غادي ينجح معكم فقط كتمنى أنكم تتبعوا النصائح اللي تنقول لانا بعض المرات كين شي نصائح اللي كتقولي لا راهم ماشي شي حاجة ولكن راهم تكونوا مهمين باش تنجح معك الوصفة بالنسبة للقريصات ديالكم البنات اللي بغيتوا ترشوهم الفوق بالبافو أو بالفيرميسي الشوكولة باش ما بغيتوا ترشوهم ممكن ترشوهم فأنا من بعد ما دهنتهم بالبيض فأرشيتهم فقط بالزنجلان من بعد ما ساديتهم قررستهم بهذا الشكل هذا نحاول قررسهم غير شوية لأن الشوكولات ديالي كين من الواسط فإلى قررستهم بزاف غادي يخرج ذاك الشوكولات ومني غادي يبدو يطيبو أو لمني غادي يخمر ويبدو يطيبو فراهم غادي يخرجوا ليه ذاك الشوكولات كامل على برا فنحاول أنا نقرر صغير واحد شوية ناخد أصفر البيض غادي نخفو إما بالخل أبيض إما بالخل أصفر كما غادي تشوفوا معايا أنا غادي نخفو فقط بالخل أصفر إما بالحاليب باش هكا ديك ريحة السفورية كتنقص لنا ما كتبقاش يعني ما كيبقاش عطي ريحة السفر وكذلك كيخفف لنا ذاك الأصفر لأنه كيكون تقيل كيكون تقيل شيئا ما يقدر يدلنا غادي ديه لينا واحد الطبقة اللي باينا من الفوق فنحاولوا أننا نخفوه بشي حاجة من ها ثلاثة الحواج اللي قلت لكم من بعد غادي نخلط بهذا الشكل وغادي نبدأ ندهن وغادي نرش بالزنجلان وغادي نخليه باش يختامر الحاجة أولى النقطة المهمة بالنسبة باش ينجح معاكم هاد القرص هذا ماشي الحليب اللي كيخليه يجي مفشفش ماشي يعني الخميرة ديال الحلوة اللي كتخليه كيجي منفوخه مفشفش بالعكس فقط كيما اشتره بالخميرة فقط ديال الخبز راه كيجي مفشفش ولكن السر ديال هاداك الانتفاخ ديالو الخفوفية ديالو هي الخميرة هادي نقطة مهمة جدا فإلا كان على حسب الجو أو تاني كيبقى إلا كان الجو سخون فتقريبا راه 4 ساعة كيختامر معاكم وكيضعف الحجم ديالو وإذا كان الجو بارد فراه كيخصكم الأقل ساحت السعر لاروب وحاولوا أنكم ما تحطوش عليه الغطاء نيشان أو البلاستيك اللي غادي تغطيوها به نيشان لأنه غادي يلتسق لكم على الوجه ديالو فحاولوا تديروا شي حاجة اللي بعيدة عليه وهكا غادي نخليوه حتى يختامر لنا وعاد غادي نخشيوه في الفرن بالنسبة للسيدات اللي يكون عندهم الفرن ديال الكهرباء فغادي يديري النار على 150 دراجة وغادي تخليه تقريبا 15 دقيقة راه كيكون واجد النار كتكون شعله من الفوق ومن التحت غادي تديريه في الرف الوسطاني واللي عندهم الفرن ديال الغاز عفوا فغادي تشعليه نار مهيلة وغادي تشعليه الفوق والتحت وتحطيه كذلك في الرف الوسطاني وتخليه حتى يتحمر على خاطره ومبعد ما كيتحمر فكيجي بهذا الشكل هذا كنخرجوه كيجي يغضب بزاف بزاف كما غادي تشوفوه ومن فوخ فأنا غادي نحاول أنني نحلها معكم بشوفوها من الداخل كيفاش كيجي المنظر ديالها رائع جدا وكذلك تجي يعني خفيفة اسفنجية كنتم منوا ان شاء الله تجربوا الوصفة راه غادي تنجح معاكم وتخليه اللي تعليق زوين إذا عجبتكم الوصفة وكذلك تشتركوا بالقناة بالنسبة للسيدات اللي كيزوروا قناتي أول مرة باقين بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي فيدوكم ورمضان مبارك سعيد اللي دخلوا عليكم بالصحة والسلامة ولهنا والعافية إلى اللقاء انطلقوا ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله